كثيرة هي تكهنات وقليلة هي المعلومات لكن المؤكد خبر واحد مفاده أن مشال اسماح اعتقل لم تكد عناصر فرع المعلومات تدهم منزل الرجل الصيفي في مسقط رأسه في بلدة الجوار حتى سرى خبر توقيفه كالنار في الهشيم ففي البلدات المتنية التي يسود الهدوء والرتابة يوميات سكانها شكل اقتحام القوى الأمنية لمنزل شخصية سياسية أمرا غير مألوف من هنا كان الفضول سيد الموقف في الخارج أما في الداخل فكانت العناصر المداهمة تعمد إلى القيام بعملية تفتيش دقيقة استمرت من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الثانية عشر والنصف ظهرا عملية التفتيش التي بدأت بعد توقيف اسماحة وسائقه فارس بركات واقتيادهما إلى مبنى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انتهت بمصادرة عدد من الأغراض بينها أوراق وأشريطة فيديو ولم تكد القوى الأمنية تغادر المكان حتى تدفقت وسائل الإعلام إليه حاملة سيلا من الأسئلة لم يبدو أن لدى أصحاب المكان أجوبة عليها في معلومات قالت إنه لاقوا بصواعق وشيء وعلاق لا لا لاقوا هونيك كلاشينكوف مجنزر عمره مئة سنة عاد بخزينتي ومغطى بنايلون وطلع في قلبه قلبه 57 درب شي من النوع عاد بين الصرامي بردون بالخزيني من هي الجهات الأخرى؟ مين يعني جهات أخرى؟ هل في شخصيات معينة؟ ما بعرف بدك تسعليهم بدك تسعليهم لا 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 شو رح تعملوا بش قضائيا بالدنياها قضائيا خليها تمشي قضائيا قلي يقولوا لنا شو السبب؟ عنده كذا محامي موكلين بس بدك تعرفي بأي موضوع توكلي اللي نحن عارفين شو الموضوع مش عارفين شو الموضوع طبعا لأنه هو يعني إلى جانب طبعا هو بما؟ لا مش بس الأسد حتى بنص البلد بمثل خط مش هل سميحها مش بس بشار الأسد فيه بقلب البلد خط سياسي مش هل سميحها من تميل إله كيف هناك بعض الناس يعني بعض الجهات الحزبية هم بالمنطقة هم بقولوا أنه ممكن يقطعوا الطرقات لا أبدا فلتكن قضائيا وفلتكن أنا وأن إحنا مش هل سميح في شي مرة سكر طرقات هلأ العالم تعمل رياكشون وتعمل اللي بدييه دمتوا في السائق كمان إيه لأنه كان على البيب مدام مضبوطة إن حكها إنه إلو علاقة لموضوع أنه خالد الظاهر ومعين إذا كتسعى المخيل الظاهر ولمسو مرعب أنت الأشخاص اللي خالدوا على البيت معطوك والخيل لا 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 عرفوا من هني وقت أنا سألت بس بالأول خلع البيب وقت بدهم يخلعوا بيب ما بيعرفوا بأي حال فإن فريق الثامن من أذار الذي ينتمي إليه سماحة بدى حريصا على البقاء بعيدا من دائرة الضوء ليثما يتضح خيط السياسة من خيط القانون في كل ما جرى مع حرص مكوناته على العمل على نقل سماحة من عهدة فرع المعلومات إلى عهدة المدعي العام التمييزي بالوكالة سمير حمود فيما لم يزر منزل الرجل سوى النائب السابق عن تكتل التغيير والإصلاح كميل خوري ووزير الداخلية الأسبق بشارة مرهج أنا غير مقتنع بهذه الإجراءات إطلاقا حسب ما فهمت من سيدة جلادس زوجة الأستاذ ميشيل سماحة الصديق العزيز والشخصية السياسية البارزة كما فهمت منها ومن أهالي الجوار ومن أهل الأستاذ ميشيل بأن الطريقة التي تصرف بها رجال الأمن لم تكن طريقة لائقة لا بقوى الأمن الداخلي ولا بالقوانين اللبنانية خصوصا أن الدستور اللبناني يؤكد على حرمة المنزل نص عليها الدستور اللبناني فلذلك دخول المنزل لا يمكن إلا أن يكون بطريقة قانونية كاملة ما جرى كان مخالفا لأعراف والقوانين والإجراءات القانونية وكما في منزل اسماحة الصيفي كذلك في منزله في الأشرفي تفتيش دقيق لمحتويات المنزل وزيارة تضامنية يتيمة للمدير العام للأمن العام الأسبق اللواء جميل السيد الذي شبه ما يجري اليوم مع الرجل بما جرى بالأمس مع الضباط الأربعة وبعيدا من الروايات الكثيرة التي راجت بدءا من الحديث عن علاقة ما لعملية التوقيف بموضوع المحكمة الدولية ووصولا إلى الحديث عن اتهام اسماحة بالتعامل مع إسرائيل وليس انتهاءا بالقول أن للرجل علاقة بعملية كانت تحضر لاستهداف النائب خالد الظاهر ومعين المرعبي فإن المؤكد بحسب المعلومات التي حصلت عليها قناة الجديد من مراجع أمنية رفيعة المستوى مواكبة لعملية التوقيف هو التالي التوقيف تم بتهمة التحضير لأعمال إرهابية تستهدف الإخلال بالأمن وتحديدا في منطقة الشمال واستند إلى شريط فيديو يظهر اسماحة بالصوت والصورة وهو يقوم بعرض مبلغ 170 ألف دولار أمريكي على شخص معين لقاء قيامه بوضع عبوات ومتفجرات في مناطق مختلفة في منطقة الشمال وبحسب المراجع ذاتها فإن اسماحة كان محركا وممولا لمجموعة إرهابية تستهدف إثارة مخاوف المسيحيين في لبنان من المد السني السياسي وتحديدا من الحركات الأصولية والسلفية وأن المجموعة قامت بتوزيع المناشير التي هددت بقتل المسيحيين في القبيات في حال عدم اعتناقهم الإسلام وأنها كانت تحضر أيضا لعمل أمني يستهدف البطريارك الماروني بشار الراعي أثناء زيارته المرتقبة لمنطقة الشمال هنا في هذا المتن المسيس الذي يعج بمشالات الصف الأول من جنرال الرابي إلى مهندس عمارة شلهوب كان ميشيل اسماحة نجم هذا النهار الأوحد اعتقل الرجل وبحوزته سلاحه الأهم لسانه أما ألسنة رموز الخط السياسي الذي ينتمي إليه فلازالت أقله حتى الآن صامتة من منطقة الجوار وتحديدا من أمام منزل الوزير والنائب السابق ميشيل اسماحة في العصحة طوم قناة الجديد